أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة برامج تعليمية لغة إنجليزية للصف الثالث الثانوي التجاري المرة اللي فاتت اتكلمنا على إنشورنس التأمين اتكلمنا على كل القائمين على عملية التأمين أول حد اتكلمنا عنه كان ذا إنشورد ذا إنشورد اللي هو الشخص المؤمن عليه وقلنا ذا إنشورد اللي هو الشخص اللي يدفع التأمين And the insurer اللي هو الشخص اللي يبيع التأمين The person who sells insurance ثالث حاجة كلمنا على the broker قلنا ذا بروكر He is the middleman between the insured and the insurer هو الوسيط اللي بين القائم على عملية التأمين اللي بيبيعها التأمين وبين المستفيد من عملية التأمين نفسها النهاردة ان شاء الله هنتكلم على commercial insurance على التأمين التجاري هيكون معانا نيوفو كاب جديدة هيكون معانا كلمات جديدة هنحاول ان شاء الله النهاردة ان احنا من خلالها نقدر نعرف اكتر عن التأمين وعن انواع عنواننا النهاردة النهاردة ان شاء الله هيكون معانا يونت 11 and 12 commercial insurance هاصط بcommercial insurance اللي هو التأمين التجاري نبص كده معانا اول حاجة عندي هنا number one a hull underwriter بنقول ان hull underwriter ensures بيؤمن only the ship بيؤمن السفينة نفسها not the fright وليس الشحنة يبقى هال underwriter بيؤمن السفينة فقط وليست الحمولة او البضاعة اللي موجودة على السفينة number two the fright on a ship the fright on a ship بقصد بيها الحمولة او البضاعة اللي موجودة على السفينة is insured يتم التأمين عليها pay a cargo underwriter يبقى دلوقتي عندي hull underwriter وحقصد بيها التأمين او المؤمن على السفينة نفسها cargo underwriter المؤمن على الحمولة اللي موجودة على السفينة number three the car was so damaged the car was so damaged السيارة اتدمرت that the insurance company wrote it off as a loss يعني ايه بقى الكلام ده the car was so damaged السيارة دمرت that the insurance company شركة التأمين wrote it off اعتبرت ان هي مش موجودة as a loss وكأنها فقدت تماما number four هنتكلم في number four عن world wide policy اللي هي بوليسة التأمين الدولية with a world wide policy I am insured all over the world يبقى لو حد معه بوليسة التأمين دولية فهو مؤمن عليه في كل مكان في العالم number five number five third party insurance third party insurance معناها التأمين لحساب الغير بيكون الطرف الثالث في عملية التأمين هو شخص مشتركش اصلا في عملية التأمين وما دفعش ولا است ولكنه بيستفيد من عملية التأمين ازاي بالظبط؟ نشوفها اولا third party insurance protects بتحمي people الناس who are not part of the policy هؤلاء الناس ليسوا جزءا في البوليسة يعني اسموهم مش مدرك في البوليسة يعني ايه بالظبط؟ يعني لو حد سيئة عربية خبط حد في الشارع الشخص اللي اتخبط ده بيحتاج تعويض الشخص ده يترى اشترك قبل كده في عملية التأمين او دفع تأمين نفترض انه ما دفعش يبقى ده طرف ثالث هيستفيد من عملية التأمين دون دفع اي قسط من الاقصاد يبقى كده اتكلمنا على تأمين السفينة نفسها hull underwriter تأمين الحمولة the freight on a ship قلنا اللي هو cargo underwriter واتكلمنا على world wide policy قلنا ان هي بوليسة تأمين دولية بتأمينك في اي مكان في العالم وثارد بارتي insurance اللي هو الطرف التالت اللي موجود في عملية التأمين عندي functions of imperatives اول حاجة عندي instructing instructing معناها اخبار او اعلام او ارشاد ان انا بقول لحد امر معين لا تترك الخطاب على المكتب تاني حاجة عندي في الامبراتيبز reminding reminding معناها ان انا بذكر حد بحاجة فبقول له هنا لما اجذكر حد اقول له don't forget لا تنسى ان فانا بقول هنا don't forget to phone مستر جونز ما تنساش ان انت تتصل بمستر جونز او اقدر اقول له remember to thank him يبقى عشان اذكر حد بحاجة اقدر اقول له don't forget to او remember to تذكر ان نشوف ثلاث حاجة معنا advising advising اعطاء نصيحة اتكلمنا المرة اللي فاتت على اعطاء النصيحة برضو في unit 10 وقلت لو انا عايز انصح حد اقول له i think you should اعتقد انه يجب عليك ان وبعد كده اقول الكلام اللي انا عايز اقول يعني زي ما قلنا برضو المرة اللي فاتت لو حد عايز اشتري عربية جديدة انا بنصح انه اشتري عربية جديدة اقول اي think you should buy a new car او او اي اي او انا مكانك اي اي او اي 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 انا احصل على تأمين اي 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 انا كنت اعمل كده لو انا مكانك اقدر اقول اي اي او انا مكانك اي 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 ال اي اي بقول don't wait do it now don't wait لا تنتظر وعمل ده دل وقت يبقى في ال امبراتيفز اتكلمنا على instructing reminding ان انا بذكر حد حاجة advising ان انا بنصح حد بحاجة نشوف بعد كده معايا warning اما اجي احذر حد اقول be careful be careful احترس او اخذ حذرة يعني كده بيكون المعلومة كلها وصلت اقول مثلا يعني حد بيصال حاجة في الكهرباء اقول be careful او ان اقول don't touch that it's dangerous شوف تحدي بيشتغل في حاجة وممكن ان هو يتكهرب مثلا اقول don't touch that it's dangerous يعني ما تلمس كذا ده خطر بعد كده معايا encouraging معناها تشجيع ان انا بشجع حد على حاجة عندي مثلا حد مثلا من صحابي مثلا بيتقدم لوظيفة وخايف ان هو يتقبل او ما يتقبلش فلما مجي اشجعها اقول له apply for the job apply for the job اتقدم للوظيفة i think you will get it i think you will get it اعتقد انك سوف تحصل عليها او برضو don't stop trying don't stop trying يعني متوقفش محاولاتك you are doing well يعني انت ماشي كويس نشوف بعد كده معنا اي هنا عندي هنا examples this morning number a this morning your boss told you to remind him that he must go to a meeting ان هو يجب ان هو يروح اجتماع at 4 pm it's 3 45 now ساعة الوقت الساعة الربعة الا ربع remind him طالب من remind him ان انا اذكر يبقى لما نذكر حد بحاجة نشوف كده نقول ايه اقول don't forget to don't forget to لا تنس an don't forget to go to your meeting ما تنس ان انت تروح اجتماعك وقول بعد كده at 4 pm الساعة 4 now والساعة دلوقتي الساعة الا ربع نشوف معانا اكزامبل او اكزرسايز 2 افورينر شخص اجنبي is visiting كايرو بيزور القاهرة advise what to see at the weekend هتنصحوا ان هو يشوف ايه في عطلة نهاية الاسبوع شوف كده نقول ايه اقول go and see the pyramids go and see the pyramids يعني اقول روح وشوف الاهرامات if you haven't seen them before لو انت ما كنت شفتهم قبل كده i would if i wear you انا كنت اعمل كده لو انا مكانك شوف بعد كده عندنا ايه number c you are watching some friends انت شاف صحابك بيلعب some friends playing a football man شوفت صحابك بيلعب ومات شكورة encourage them شجعهم اشجعهم اشجعهم بقى اقول لهم ايه هنا نبص معايا اقول لهم keep trying you are doing well keep trying يعني كرروا بحاولة او حاولوا بجد زي ما انتم بتحاولوا you are doing well انتو كده مشين كويس او ادائكم جيد شوف بعد كده number d your friend صديقك should put some paper in the printer and close it يبقى صديقي هنا انا بقوله يجب ان انت تضع بعض الاوراق في الطبعة and close it وتقفلها instruct him المطلوب عندي هنا ان انا ارشده او ان انا اعلمه بحاجة اقوله اقوله الامر على طول ابدأ هنا بفعل امر اقوله بط some paper بط some paper ضع بعض الاوراق in the printer في الطبعة then close it ثم اقفلها بعد كده your friend doesn't know صديقك مايعرفش that the machine is switched on صديقك مايعرفش ان ال ال الالة switched on شغاله warn him warn him المطلوب عندي هنا ان احذره 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 بقى اقوله ايه شوف كده معنا اقوله be careful احترس the machine is switched on اقوله احترس الالة الالة switched on شغاله let's move to another thing عندي هنا grammar reporting verb plus infinitive عندي هنا اول حاجة advising advising اعطاء النصيحة فبقول هنا she advised me she advised me هي نصحت me وبعد كده بنجيب to or not to هنا حد نصحني بيقول she advised me هي نصحت me to buy insurance يبقى reporting verb plus infinitive اول حاجة she advised me هي نصحت me to buy insurance ان اشتري تأمين بعد كده he asked her هو سألها برضو هيكون عندي two plus infinitive عندي two زائد المستر فالجملة كلها هتقول he asked her هو سألها to work late ان هي تفضل معاه في العمل لوقت متأخر number three he told us هو اخبرنا to send the money he told us to send the money هو اخبرنا ان نرسل النقود بعد كده they warned him they warned him هم حذروه هنا مش حنقول to plus infinitive على طول لا اقول not to اهم حاجة عندي برضو ان انا اعرف المعنى فبقول they warned him هم حذروه not to not to and not to drive fast we we encourage them we encourage them to try again ان هم يحاول تاني i i reminded you ana ذكرت to bring the k ana ذكرت ان انت تجيب معك المفتاح يبقى عندي هنا الربورتنج اللي موجود عندي ان هو advise ان انا بنصح حد ask بسأل حد till اخبر حد بحاجة warn بحضر encourage بشجع حد remind ان انا بذكر حد ان هو يقوم بعمل حك طي نشوف معنا كده عندي هنا امثلة the doctor told him the doctor told him to stop smoking secrets الدكتور قال له ان هو told him to stop smoking secrets ان هو يقف او يوقف تدخين السجاير اللي موجود عندي هنا بعد to the doctor told him to الدكتور اخبره ان بعد to اللي موجود عندي هنا لازم هيكون عندي فعل يبقى الجملة هنا ممكن تيجي بصغة action ذي ما هي موجودة كده the doctor told him to اخبره ان stop smoking secrets قاله ان هو يقف التدخين او التدخين السجاير او ممكن تكون information او معلومة the doctor told me that الدكتور اخبرني ان بعد ذات مفيش عندي تو ولا فعل في المصدر هيكون عندي information معلومة the doctor told me that cigarettes were dangerous ان السجاير خطير ان حدث تكون حدث موجود ومكن تكون عندي information معلومة لو استخدم ال action الذي عندي المسايا الاولان اللي الrat اقول the doctor told him to الدكتور اخبرني ان وبعد تو لازم هيكون عندي فعل في المصدر او told me that الدكتور أخبرني أن بعد ذات اللي بيوجود عندي هيكون عندي information معلومة أقول secrets were dangerous إن السجاير خطيرة نشوف بعد كده عندي هنا examples أحمد Would you please phone the airport هده Would you please phone the airport هده أحمد هنا بيكلم هده وبيسألها إن هي تتصل بالمطار نشوف كده نقول هنا ده عبارة عن requesting يعني طلب هنقول هنا أحمد asked هده to أحمد asked هده وبعد كده هنجيب to plus infinitive to وبعدها الفعل في المصدر أحمد asked هده to phone the airport الجملة اللي بعدها مايك جون don't leave the photocopier on أحمد بيكلم مع جون بيقول له don't leave the photocopier on ما تسيبش قالت التصوير شغالة after 6 p.m. please بعد الساعة 6 يبقى هنا ده اللي موجود عندي instructing يعني هو بيعلمه أو بيخبره بدا نشوف هنا قال إيه هنا نقول مايك told jone مايك أخبر jone not to and leave the photocopier on after 6 p.m. آخر جملة موجودة عندي هده don't drive faster than the speed limit هده بتتكلم وتقول don't drive faster than ما تسوقش أو بلاش القيادة أكثر من السرعة المحددة يا علي يبقى هنا هنقول بالعربي كده إن هده حذرت علي أن لا يبقى هده warn it علي not to drive faster than the speed limit هده حذرت علي أن لا يقود أسرع من السرعة المحددة أو السرعة المقررة بعد كده عندي unit unit 12 بيتكلم على import regulation وبقصد بimport regulation اللي هي قواعد الاستراد قواعد الاستراد من الخارج عايزين نقول إن قواعد الاستراد من الخارج الأمور كلها مش مفتوحة على طول يعني بفش حد يقدر إن هو يسترد أي بضاعة موجودة من نفسه لازم إن هو بيحصل على license على رخصة إن هو يستورد البضائع في بضائع بيقدر إن هو يستوردها وبضائع الحكومة ما بترضاش إن هي تستوردها علشان بتحافظ على الصناعات اللي موجودة في البلد فنشوف بقى هنا هنتعامل مع اليون ده من خلال القطعة اللي موجودة عندي فريد ذا انترفيو هيكون عندي هنا مقابلة وز طارق هو ووركس انترانسورليد فريتس أوفيس انكايرو طارق يعني أجروا مع طارق مقابلة طارق ده بيشتغل في شركة كبيرة اسمها ترانسورليد فريت هيتكلم على قواعد استراد البضائع من الخارج ونشوف شركة ترانسورليد فريت تعمل ايه بالزلط قواعد قواعد الاستراد كل دولة بيكون لها قواعد مختلفة كل دولة بيكون لها قواعد مختلفة عن الصدرات على سبيل المثال بيشتغل عن نوع من الضرائب والقواعد دي بتتغير يعني أحيانا الدولة بتزود الضرائب أو بتقللها بالنسبة الاستراد ببقع معين الموضوع مش سهل بيتفعلنا فلوس كتير أو بيتفعلنا فلوس عشان نرتب أو ننظم عملية الاستراد ونعرف القواعد هنا في إيجبت الموجودة في مصر وفي الدول الأخرى لذلك نحصل على بيشتغل 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 من الجمارك كويكلي بسرعة بيشتغل زباط الجمارك مثل البوليس وما شبه رجالة البوليس بالضبط بيشتغل 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 الوثائق اللي موجودة فيها البضايا دي ولا لا بعد كده if the documents are not correct ولو الوثائق دي مش سليمة they will not allow the importers ومش هيسمحوا للمستورد to take the goods إن هو يحصل على البضايا if the duty is due that is collected by customs officers to اللي بيتم تحصلها من خلال رجال الجمارك أيضا شوف بعد كده بعض الأسئلة اللي موجودة عندي هنا what is difficult what is difficult ما هي الصعوبات about import regulation عن قيود الاستراد فبيقول عندي هنا there are different rules عايزين نقول إن القواعد اللي موجودة هنا قواعد كتيرة for different countries يعني القواعد مختلفة بالنسبة للدول وبتختلف القواعد باختلاف الدول and the rules often change والقواعد كمان دائما ما تتبير number B why do companies why do companies ليه الشركات use transworld fright ليه الشركات بتتعامل مع transworld fright اللي هي الشركة اللي بشتغل فيها طريق transworld fright because they arrange everything لأنهم يقوموا بترتيب أو تنظيم كل حاجة بالنسبة لعملية الاستراد number C in what way بأي طريقة does transworld fright do a good job ازاي ان شركة transworld fright او انت من خلال قراءتك للنص اللي فات transworld fright بيقوموا بعمل جيد ازاي فبيقولوا هنا they know the rules بيعرفوا القواعد in many countries في الدول عديدة and they get وبيحصلوا على goods through customs quickly وبيحصلوا على البضائع من خلال الجمارك بسرعة number D what do customs officer have to do what do customs officer have to do ما هي المهام الموكلة الى ضباط الجمارك ضباط الجمارك هيكون عليهم مهام كتيرة ان هما يفحصهم البضائع ان هما يرجعوا المستندات اللي موجودة نشوف الكلام ده بتقال ازاي they check the goods يقوم بمراجعة البضائع they check the documents بيقوموا بمراجعة المستندات اللي موجودة علشان يعرفوا المستندات اللي موجودة دي البضائع اللي موجودة فيها ولا لا and they collect the duty وبيقوموا بجمع الرسوم المقررة نشوف بعد كده عندي grammar اللي موجودة عندي هنا models plus passive infinitive عندي هنا subject بعد كده model verb والpassive infinitive اللي هو B plus التصريف الثالث للفعل هنا بيقول عندي it must not be imported بنتكلم مثلا على بضائع معينة وبنقول ان البضائع دي it must not be imported لا يجب ان هي يتم استرادها عايزين نقول الكلام ده بطريقة ابسط من كده شوية لو انا عندي مثلا ايه لو بيقول عندي انا عشان احول الجملة من معلوم الى مجهول عندي 3 حاجات اول حاجة لو كده الجملة اللي موجودة عندي الجملة اللي موجودة عندي المضارع اول حاجة بجيبها ايه اول حاجة بجيبها المفعول بعد ما بجيبي المفعول ده الكلام ده بالنسبة للتحويل من معلوم الى مجهول بعد ما بجيب المفعول بجيب is أو are plus bb اللي هو التصريف الثالث للفعل طب لو كيتو الجملة اللي موجودة عندي ماضي أول حاجة بجيبها برضو المفعول بعد المفعول بجيب was أو were plus bb التصريف الثالث للفعل طب لو كيتو الجملة اللي موجودة عندي فيها فعل نقص اللي هي المودة الفيربز اللي موجودة عندهم أول حاجة بجيبها برضو المفاول بلس بنزل الفعل النقص بعد كده بي بلس بي بي اللي هو التصريف التالت فنشوف كده معانا بقول مثلا they pay the check هم بيدفعهم الشيك الجملة اللي موجودة عندي دي يا ترى مدارع ولا ماضي ولا فا فعل نقص لو بصيت عندك هنا هنعرف ان الجملة مدارع او ماضي من خلال الفعل اللي موجودة عندي اللي هو بي يبقى هنمشي بالقاعدة اللي هي بتاعة المدارع ان انا ابدأ بالمفعول المفعول عندي بيكون مكان وبعد الفعل دائما اللي هو the check بعد ما قلنا the check اللي هو المفعول هشوفوا المفعول ده مفرد ولا جامع لو كان مفرد نجيب s لو كان جامع نجيب r طبعا the check اللي موجودة عندي مفرد يبقى اقول s بعد كده اجيب bb تصريف التالت للفعل الاساسي اللي موجودة عندي اللي هو b يبقى اقول the check is paid الشيك بيدفع طيب نشوف معنا لو كاتب جملة مثلا ماضي نقول فيها ايه باقول they checked هم راجعوا the documents هم راجعوا الوسائل الجملة دي فيها فاعل وفا فاعل وفا مفعول للمفعول اللي موجودة عندي هنا طيب الجملة اللي موجودة عندي مضارع ولا ماضي ولا فاع فاعل ناقص هتبص على الفعل اللي موجود عندك هنا هتلاقي اخر ايدي الجملة اللي موجود عندنا هنا ماضي نبدأ بالمفعول اللي هو the documents الوثائق بعد كده بقى بنجيب was aware documents اللي موجود عندنا هنا مفرد ولا جمع جمع يبقى نجيب where وبعد كده بنجيب التصريف التالت للفعل التصريف التالت من checked هو checked بالنسبة بقى للمودة الوربز او الافعال النقصة اي فعل موجود عندك بيكون له كم تصريف تلات تصريفات يعني مثلا pay ده التصريف الاول التصريف التاني بتاعه paid والتصريف التالت paid عندي بعض افعال زي مثلا will would والتصريف التالت مش موجود مش موجود مالوش تصريف التالت should should may or might يعني عندي افعال نقصة الافعال دي بيكون لها يعني will هنقول ان will فعل ناقص للتصريف التالت would فعل ناقص للتصريف التالت هنشوف بقى الكلام ده مثلا ازاي بقول مثلا they will clean the office they will clean the office هم سوف ينظفهم المبدأ الجملة دي فيها they ده فاعل والفاعل الاساسي للجملة اللي هو clean the office the office دي المفعول اللي موجود عندي طب الجملة دي مضارع ولا ماضي ولا فيها فعل ناقص فيها فعل ناقص اللي هو will يبقى حنمشي بالقادة اللي اتكلمنا عليها اللي هي بتاعة الفعل الناقص اول حاجة بابدأ بيها اللي هو المفعول the office بعد كده بنزل الفعل الناقص زي ما هو اللي هو will بعد كده plus b بنزل b من عندي بعد الفعل الناقص على طول والتصريف التالت للفعل الاساسي اللي هو clean يبقى clean الكلام اللي احنا كاتبينه ده اللي حنتعامل به في اليونت بتاعنا النهاردة هيكون ان انا ببدأ بالمفعول بعد كده بنزل الفعل الناقص او المودر فربس اللي موجود عندي بعدها به بعدها التصريف التالت للفعل فلو بصينا عندي هنا عندنا هنا examples فبيقول عندي موبايل فونز مست بي switch off الموبايلات يجب ان هي يتن اغلق يبقى موبايل فونز ده المفعول must ده الفعل النقص بعده b يبقى بعد الفعل النقص على طول b وبعد كده التصريف التالت للفعل number b this food should be eaten الاكل ده لازم ان هو يتاكل within three days خلال ثلاثة ايام of برشيس برضو عندي هنا this food ده المفعول should الفعل النقص be بنجيبها بعد الفعل النقص مباشرة بعد كده eaten ده التصريف التالت للفعل الاساسي نشوف هنا عندي هنا اكسل سايد use modal verb plus given verb hard هات وبقصد بhard هات اللي هي الخوزة اللي بلبسها العمال on this site on this site في الموقع يبقى انا عايز اقول وطالب مني هنا بين قصين وورن يبقى انا عايز اقول ان الhard هات او الخوز يجب ان ترتدى on this site في موقع العام يجب ان ترتدى هنبدأ الكلام هنا hard هات المفعول بعد كده موضى المفعول بعد مصد hard هات وقلنا hard هات اللي هي القبعات عايزين نقول هنا ان القبعات يجب ان ترتدى on this site هنبدأ بالمفعول اللي هو hard هات بعد hard هات هنقول must يبقى must ده هو الفعل النقص اللي ما يوجود عندي او المودلز بعد ما بجيب الفعل النقص نجيب b وبعد b التصريف التالت للفعل اللي هو warn يجب ان ترتدى ونكمل الجملة الان بعد كده the machine at the end of the day the machine الالة at the end of the day في نهاية اليوم بعد كده طالب مني في الاخر switched off يبقى انا عايز اقول ان الالات يجب ان تغلق او ان تتقفل at the end of the day في نهاية اليوم يبقى هنبدأ ب this machine هذه الالة ويجب ان تغلق يجب ان تغلق برضو هنبدأ الكلام بمصد بعد مصد نكتب برضو بعد كل فعل نقص ب وبعد كده التصريف التالت للفعل اللي هو switched off ونكمل الكلام للاخر الجمل دي هنحتاج كتير جدا معنا في الاختيارات number three اللي بعد كده train tickets from the travel office عايز اقول تذاكر القطار من الممكن ان تشترى من مكتب السفريات تذاكر القطار يمكن ان تشترى من مكتب السفريات يبقى هنبدأ الكلام هنا بترين tickets هنجيب فعل ناقص اللي هو كان وبعد كان برضو هننزل ب والتصريف التالت الفعل اللي هو bolt يبقى تذاكر القطار يمكن ان تشترى ونكمل الكلام from the travel office من بس عايزين نقول هنا لا يجب ان يدعو must not بعد التصريف 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 الـ الذي هو جلب زوار لا يجب ان يدعو الفندق بعد الساعة 11 بعد كده التذاكر refunded وبنتكلم على refunded معناها اعادة شحن فانعيز اقول ان التذاكر سوف يتم اعادة شحنها يبقى نبدأ هنا برضو ب tickets will be يبقى will ده الفعال النقص الموجود عندي وبعدها جبنا ب والتصريف الثالث ل refund هو برضو refunded the dining room حجرة الطعام this month هذا الشهر وطالب مني repainted اعادة دهنها يبقى انا عايز اقول ان حجرة الطعام سوف يتم اعادة دهنها هنبدأ الكلام ب the dining room الفعال النقص اللي هنجيبه هنا is going to is going to على بعضها كلها كده ده فعال النقص بعد الفعال النقص be والتصريف الثالث ل repaint repainted سوف يتم اعادة دهنها this month هذا الشهر الافعال النقص اللي موجودة عندي هنا او اللي اتكلمنا عنها هنا كان عندي منها ايه وايه هنا كان عندي منها would will shall should و اللي استخدمناها كان عندي must كان عندي can must will is going to قلنا ان is going to are going to am going to كل ده فعال نقص لما بحول الجملة من معلوم الى مجهول بننزل فعال النقص بننزل اول المفعول بعد كده بننزل فعال النقص بعد كده بننزل ب وبعد كده التصريف الثالث اللي هو الباست بارتس نكمل معنا fill in the spaces with words from the units from 10 to 12 هنكمل من الكلمات اللي موجودة عندي هنا من اول يعني الكلمات دي كلها موجودة عندي في يونت 10 11 and 12 شوف الكلمات اللي موجودة عندي فوق due يعني يستحق او مستحق الدفع confirm يؤكد provide يمد compulsory معناها ملزم و دايما يعني الجملة اللي بتجيلنا ان التأمين بيكون ملزم in transit in transit معناها في الانتظار claim claim form بقصد بكليم اللي هو طلب التعوين accidental حادثي او حادثي يعني prohibited محظور او ممنوع due to بسبب نشوف number one insurance التأمين is when you are hiring a car عندما تقوم باستئجار سيارة يبقى انا عايز اقول هنا ان التأمين is يكون ملزم او اكباري عندما تقوم باستئجار سيارة يعني compulsory number two there will be a delay there will be a delay to this consignment هيكون في هناك تأجيل او تأخير للشحنة بعد كلا بيقول bad weather at sea bad weather at sea الطقس السيئ عايز اقول بسبب الطقس السيئ بسبب due to ونعرف الفرق بين due to and due due يعني استحاق الدفع due to بسبب number three the importing of animals importing of animals استراد الحيوانات without a license بدون رخصة is طبعا استراد الحيوانات بدون رخصة معينة ولا شهادة بيكون الكلام ده is prohibited يعني محظور او ممنوع four of our crates four of our crates اربعة من العربياتنا where damaged where damaged اتدمرت عايز اقول بقى اتدمرت في الانتظار في الانتظار in transit قولوا بصينا على الجملة دي حتليه عندك برضو ان الجملة دي مبنية للمجهول في الماضي جاب لك المفعول اللي هو four of the crates اربعة من العربيات نجب لها was or where في الماضي طبعا where وبعد كده التصريف الثالث اللي هو damaged number five our company can you with the necessary cover عايز اقول ان شركتنا وقايب عندك هنا بعد you with عايز اقول يمد by provide you with the necessary cover number six we wish to make for compensation للتعويد يبقى we wish to make a claim نحن نأمل ان نقوم بعمل طلب تعويد number seven this premium هذا القصد is now for payment is now for payment يعني الدفع عايز اقول مستحق للدفع due for payment number eight i am happy too that our company has accepted your proposal يبقى انا عايز اقول i am happy to confirm that انا سعيد ان اخبرك ان our company شركتنا has accepted your proposal ان هي قبلت العرض بتاعك او وفقت علي نشوف بعد كده عندي هنا ايه عندي رايتينج رايتينج ميمو تشوف الميمو هنا احنا في الحلقات اللي فاتت خدنا business letter وتعاملنا معاه كان عندي form برضو تعملنا معاه باذن الله في كل حلقة من الحلقات هناخد ده بالنسبة للسؤال اللي هو السؤال السادس في الامتحان اما بيجيلك business letter او بيجيلك ميمو او بيجيلك form المهم ان شاء الله you are احمد سالم you are احمد سالم انت احمد سالم the manager at بيو اس انت المدير لشركة بيو اس رأيت اميمو to سوزان حامد اكتميمو لسوزان حامد the secretary to book him ان هي تحجز له a return ticket تذكرة عودة to alex and get a seat reservation on a train وتحصل على او تحجز مقعد on a train على القطار leaving between four and six bm on friday لما بنيجي نتعامل مع الميمو اول حاجة بنعملها ان انا بكتب فوق خالص ميمو بعد كده بنكتب العناصر بعد كده بنكتب العناصر بتاعة الميمو اول حاجة بكتبها عندي هنا from to date التاريخ اللي موجود عني r e وبكتب في r e عنوان الموضوع فهنا u r بعد u r دايما هيكون عندك اسم الرسل فهنا بيقول عندي u r احمد سالم يبقى from احمد سالم the manager هو المدير at b us write a memo to ارسل ميمو الى بعد to اللي موجود عندي هنا هيكون عندي اسم المرسل اليه اللي هو سوزان حامد يبقى to سوزان حامد date التاريخ اللي موجود عندي ما عنديش تاريخ يبقى تاريخ النهاردة 30 3 20 21 الار اي بكتب في الار اي عنوان الموضوع يعني الميمو ده مكتوب ليه احنا لو قرنا الميمو ده يعني من خلال القراءة اللي احنا قرأناها هتلاقي ان الميمو ده مكتوب عشان احمد سالم طالب من سوزان ان هي تحجز له تذكرة يبقى book booking او حجز حجز ايبقى return ticket booking a return ticket يعني حجز تذكرة عودة يبقى دور الاربع عناصر الرئيسيين اللي موجود انا عندي في الميمو لما نيجي بقى نتعامل مع الميمو بقم سايب مسافة وابدأ اكتب كلمة please من فضلك وبعد كما ونبدأ بقى نكتب الميمو فهنا book him a return ticket تحجز له تذكرة to Alex للأسكندرية and get a seat reservation on a train leaving between 4 and 6 pm on Friday من بعد طول موجودة عندي هنا في الاول للسطر التالت يبقى حنقول book احجزي طب هنا كان بيقول عندي book him تحجز له يبقى هو لما يتكلم ما هيقول لها تحجز له ولا تحجز لي لا تحجز لي يبقى بدل ما هي him هنحول عندي هنا تبقى me book me يعني احجزي ونكمل الكلام a return ticket return ticket تفكرة عودة to Alex and get وتحصل على a seat reservation on a train on a train على القطر leaving between القطر اللي ماشي بين الساعة four and six bm on on friday on friday بعد ما خلص الميمو من قم موقعين تحت كات بين thanks ووقع باسم الراسل اسم الراسل اللي هو اللي موجود بعد from اللي هو احمد سالم يبقى الميمو اعتقد انه ما فيش حاجة اسهل من كده نكمل معنا translate into Arabic translate into Arabic عايزين يترجم الجمل دي من لغة انجليزية الى العربي number one comprehensive insurance comprehensive insurance ده طبعا اللي هو التأمين الشامل is not very excessive ليس غالي السمن unless إذا لم you are a very young driver لو انت مش قائد صغير السم number two importers must pay the government المستوردون يجب أن يدفعهم للحكومة duty resume what for what they import from outside the country the country for what they import from outside the country على ما يستوردونه من خارج حدود الدولة يجب على المستوردين دفع رسوم للحكومة لما يستوردونه من خارج البلاد آخر جملة موجودة عندي لابد من دفع الجمارك قبل أخذ البضعة لابد من دفع الجمارك نقول هنا customs duty الجمارك must be paid يجب أن يتم دفعها before the gods can be taken قبل أن تأخذ البضعة وإلى هنا أعزائي الطلبة نكونوا قد وصلنا إلى نهاية الحلقة متمنين لكم دوام التفوق والتوفيق إن شاء الله والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة